أستاذ السلام وتتفضل السلام عليكم وعليكم السلام وراحة لبركاته إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ وإزاي حضرتك يا فضلتك يا فضلتك بقول لها حضرتك عايزة الصفتر بس ليه أخت واخدى مني حاجات واخدى مني فلوس مش عايزة تكبهة وبتنكر إنها ما خدتش مني حاجة ولا ليه حاجة عندها رغم إنها راحت العمر وحطت إيديها على كعبة الكعبة إزاي حب تعيش وبتنام وهي بتجدب وكبيرة في السن واحد وستين سنة وكبيرة في السن طب أسألك سؤال يا حاجة عزة نعم يا حاجة سلوة نعم هل هي بتنسى دلوقتي؟ لا 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 مش بتنسى دي أصغر مني بكتري أنا عندي سبعة وستين سنة لا دي ملقاش دعوة طب السؤال الثاني خلينا طب نروح للسؤال الثاني نعم هل أنتوا فعلا أنت لما إديتيها الحاجات دي ولما كنت شرطت عليها أن هي تردها مش شرطت هي أنت عارف حضرتك دي أختي طيب هاتي كذا طب كذا وأنا شايل عندها حلقة داب ما جايز نسيت يا حاجة سلوة لا يا فندم لا ما نسيتش نبتنكر بتعندني أنا علشان أنا مريضة وكل ما تعندني ضغطي بيها لو رأل آه إحنا كده إحنا كده روحنا في حتة تانية إن هي بتعمل كده عشان تأذيكي وتمردك أيوة عشان يحصل لي أي حاجة وخلاص تروح علي الحاجة دي طيب السؤال ده سؤال حاجة سأها إيه عند ربنا حاضرة أقول لحضرتك يا أستاذ سلوة شكرا جدا عفوا أستاذ سلوة بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في بعض الأحيان لما بنكون مريم بظرف معين يعني ظرف مثلا إن إحنا إحنا حاسين بوحدة ومحدش معانا وكنا منتظرين إن أهلنا أو الناسنا أو حبايبنا يوقفوا جنبنا فهم ما يقفوش جنبنا ويخزلونا فإحنا في بعض الأحيان بيبقى في حاجات بنتتصورها أنا مش بقول إن ده اللي أنت حضرتك بتقوليه خيال لكن ممكن تكون أنت قعدت قراءة أو قراءة الحاجات اللي بينك وبين أختك بشكل معين لو ما كانش ده حقيقي فده ظلم والظلم ظلمات يوم القيام الظلم نار في الدنيا وجحيم في الآخرة ولذلك أي واحد بيظلم حد لازم يخرج من ظلمه ده ولذلك التوبة من الظلم لابد عشان واحد يتوب من الظلم لازم يخرج من مظلمتي يعني إيه يرد حقوق الناس إلى أصحابه بس أنا برضو مصر عليك يا أستاذ سلوى إن إحنا بس نتأكد إن إحنا ده مش أثر إن إحنا كنا منتظرين إن أختك تتعامل معاك بطريقة معينة وهي ما قمتش بدا فأنتي شايفة إن هي كمان خدت منك وظلمتك فأنا شايف بس إن إحنا محتاجين يا أستاذ سلوى نراجع شعورنا بالمظلومية شوي ده اللي أنا عايز أقول بس إن لحد ياخد حاجة حد فدي قطعة من النار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو الناس حتى بمرتفعين للقاضي فرسول الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها وله يدع يبلغ هياخد حق أخوه هياخد قطعة من النار فأنا بقول لي أختك كده لو كانت هي فعلا ده حالها لكن أنا كمان الكلام بتاع حضرتك ما يخلينيش أقدر أفوت إن أنا أنصح حضرتك بأنك تخلي شوية بالك من فكرة المظلومية